إن في القلب أمل وألم منصور محمد ناشط حقوقي في العقد الخامس من عمره يروي لنا قصة اعتقاله من قبل ميليشيا الحوثي في منطقة الراهدة وإخفائه قصريا في معتقلاتها نحو سنتين ونصف 828 يوم تم تنقلي بالسجور من مدينة الراهدة إلى الصالح إلى القناد إلى النهدين لم يتعلم حسن للثورة الاحتياطي إلى هبراء للثورة الاحتياطي كنتوا واقفهم وقال لهم إيش قريبتكم إيش حقوتهم عليها قال لك أننا معنا أسرع في مدينة التعز المطلوب تبادلك بأسرع ما بين التعذيب الجسدي والنفسي ظل الحوثيون يمارسون وحشيتهم بحق منصور الزيلعي وهو الناشط الذي لطالما ظل يناصر قضيتهم ويندد بالانتهاكات التي مارستها أجهزة نظام صالح ضدهم كما يقول خلال الحروب الستة في صعده بل إنهم ذهبوا أبعد من ذلك ليحرمه من زيارة ولده ذي التاسعة عشر من عمره والذي فارق الحياة بسبب عدم مقدرته على توفير الأدوية جراء غياب والده في معتقلات الحوثيين طمعا تعرضت للتعذيب بالقسدي الضرب المبرح أنا قلت لهم رقوا المدني أنا وقفت إلى قانبكم أيما كنتم مصدعفين أصعب المحطات أننا منعنا من الزيارات منعنا من التواصل مع أهلنا ودوينا لدرجة أن نتخيل ابنيتو في القامعة في صنعاء ويحضروا له إلى ممسك من دمار قثة هامدة والجماعة الحوثية ترفض أن تمنحني الزيارة الأخيرة لابني هنا وفي هذا المكان يختتم منصور ورفاقه برنامج الدعم النفسي الذي تنفذه رابطة أمهات المختطفين بتعز بعد أن كانت جماعة الحوثي قد أفرجت عنه نتيجة الضغوطات الحقوقية من قبل المنظمات الإنسانية داخليا وخارجيا فيما لا يزال مئة المدنيين مخفيين قصرا خلف معتقلاتها ويتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب حمزة أمين قناة بالقيس تعز